موسيقى شروق صفحة الأولى لجنة الثقافة بالبرلمان تطالب بالكشف عن مصادر تمويل القنوات الخاصة المصر اليوم الصفحة الثالثة تشريعية الشعب تهاجم الزند وتعتبر تصريحاته تجاوزا لا يليق الشروق الصفحة الثالثة الإخوان ترفض العسيان المدني وحسين يحذر يستهدف انهيار الدولة الأهرام الصفحة الأولى تصعد التوتر بين القاهرة وواشنطن ومصر تتمسك باحترام القانون يلا بينا من جارية المصر اليوم والبرلمان يحصر وزير الداخلية وطالب المتظاهرين بالعودة إلى التحريف في البداية بس لازم نشير ان الاسبوع اللي فات زي النهاردة بس بعد مص ساعة من الوقتي كان فيه مالا قل عن 4000 إلى 5000 مشجع من النادي الأهلي في طريقهم هنا من قدام الستوديو من النادي الأهلي إلى محطة مصر سيرا على الأقدام عشان يشاهدوا مباراة الأهلي والمصري أنا بنفسي شوفتهم هم ماشيين ولكن لم أكن أعلم على الإطلاق أن فيه 74 من ضمن هذه المجموعة لن يعودوا إلى أهلهم مرة أخرى الأعداد كمير بتقول أن هي زيادة في كلام بيكلم في أعداد زيادة في كل الأحوال نتقدم خالص العزاء لأسر الضحايا وإحنا شايفين اللي حصل بعد كده أن الناس كانت عايزة تطالب حقوق هؤلاء الناس الذين قتلوا غدرا في مسبحة بورسعيد ومنهم من اشتغط غضبا وتوجه إلى وزارة الداخلية بحثا عن الحلول أخذين في الاعتبار أن في أحداث كثيرة جدا مرت بدأت من 25 يناير مرورا بكل الأحداث اللي شاهدتها مصر في ثورة 25 يناير وكل من قتل من المتظاهرين وشفنا بعدها أحداث مثلا شفنا أحداث مصرح البلون، السفارة الإسرائيلية، شفنا مسبيرو، شفنا محمد محمود وشفنا مجلس الوزراء وبعد كده شفنا مسبحة بورسعيد ثم أحداث محمد محمود اللي موجودة اللي كان لسه هدأت الأمور شوية تهدأ يعني ومرورا طبعا بأحداث 29 مايو و8 أبريل في ميدان التحرير وفي كل مرة لم يكن هناك جاني يتم تقديمه للعدالة عمس في لجنة تقاصي حقائر وكانت هناك لجنة تتشكل وهناك تحقيقات تجرى ولكن لا أحد يعلم إلى ما وصلت هذه التحقيقات وبالتالي الأحداث كان بتتكرر بالمصدر مما يدل أن فيه إدارة سيئة وناخدش دروس مستفادة ومش بنحاول أن احنا نتجنب وقوع مثل هذه الأزمات مرة أخرى من ناحية تانية بقى فيه مناخ بقى من عدم السق تمام؟ لأن أنا شايف أن كل مرة بتحصل مشكلة ولا أحد يحاسب وبالتالي هذا الشخص الخارج عن القانون أياً كان هو لديه الفرص الزهبية لأنه يخطئ مرة أخرى وأنه يتسبب في مشاكل أكثر ويراقل مزيد من الدم المصري اللي أصبح كثير جداً اليومين دول وكأن المواطنين المصريين أصبحوا أرقام في كشوف الشهداء والمصابين ما فيش علاج رادع وما فيش حقيقة بتظهر وكنت أتصور من القائمين على إدارة شؤون البلاد احنا بنتحدث كثيراً عن فكرة المؤامرات وعن الأطراف الخارجية والأطراف الداخلية واللهو الخفي والطرف التالت والأجندات والتمويل احتراماً لعقول المصريين الخطاب العاطفي لم يعد يحتمل ولكن نحتاج إلى خطاب عقلي فلن تخسر النيابة العامة ولن يخسر وزير الداخلية ولن تخسر الحكومة المصرية ولن يخسر المجلس العسكري إذا خرج علينا وقال أننا لدينا من المعلومات ما يشير إلى تورط جهات خارجية في كذا وكذا 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 وجهات داخلية في كذا وكذا 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 ولكننا لن نستطيع الكشف الآن عن هذه التفاصيل لأنها قد تتسبب في أزمة دبلوماسية مع بعض الدول المجاورة مثلاً أو قد تؤثر على سيرة التحقيقات أعتقد أن ده كان لازم يحصل وإلى حد كبير كان هيعمل أكثر من حاجة رقم واحد يحسس الناس أن هناك من يحاول أن يصل إلى الحقيقة ويحقق العدالة ويحافظ على حقوق الشهداء والضحايا في كل مرة رقم اثنين أن هناك من يحترم العقل المصري رقم ثلاثة أننا لدينا الأجهزة التي تستطيع أن تؤمن وتحافظ على أمن هذا الوطن ولكن ده الحقيقة لم يحدث وحصلت أحداث محمد محمود التاني ووجدنا أن بعض الناس راحت ربما تكون غاضبة وربما تكون في عناصر ما موجودة في وسطها معايزين فعلاً يعملوا إطلاف للمنشآت وكأن الأحداث التي جرت أثناء الثورة تعاد من جديد محاولات الاقتحام أقسام ومحاولة الاقتحام وزارة الداخلية كما يقول المسؤولين في وزارة الداخلية فناس رايحة عشان تطالب حقوق 74 شهيد فمات منهم 15 عشرة في محيط وزارة الداخلية وخمسة في السويس وبعدين بنا نتكلم بقى النهاردة والشغل الشغلين كلنا هو أحداث محمد محمود والبرلمان بيسائل وزير الداخلية وبيطالب المتظاهرين بالعودة إلى التحرير وشفنا إحراق الانضرائب العقارية وشفنا إحراق أماكن أخرى لكن أنا يعنيني هنا إن احنا كل مرة بناخد خطوة لقدام وبننسى اللي وراء ده صحيح تمام؟ يعني حديث الفضائيات مبارح والنهاردة وحيفضل مستمر الأسبوع كمان على أحداث محمد محمود بس احنا خلاص تقريبا كده نسينا أحداث برسعيد وقبل أحداث برسعيد نسينا أحداث مجلس الوزراء وقبل أحداث مجلس الوزراء نسينا أحداث محمد محمود وهكذا 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 الحد ما نوصل لـ 25 يناير النقطة التانية مبارح مثلا في وسط كل هذا الكلام على أحداث محمد محمود ويعني محاولة استخراج بيان من وزير الداخلية والبيان اللي قاله قدام مجلس الشعب الرئيس المخلوع حسني مبارك مرحش جلسة المحاكمة عشان سوء الأحوال الجوية وتم تبرير ذلك بسوء الأحوال الجوية فيعني أنا بس عايز المشاهدين بس يكونوا وعيين وعندنا بس تفكير علمي ومنهجي مش كل حديث عن المؤامرة الحقيقة هو بالضرورة صحيح ولكنه برضو لا يحتمل الخطأ يعني أكيد في حاجة جزء من الحقيقة بس احنا لازم نحط الصورة كاملة وزير الداخلية أمام مجلس الشعب من بارح قال الحقيقة تشكيلها في أحداث محمد محمود قالت أن المتظاهرين تم إطلاق الخرطوش عليهم تمام وتكلموا على الوفيات والإصابات وما تكلموش على فكرة اقتحام المستشفات الميدانية واعتقال الأطباء دي نقطة كنت تتمنى دي نقطة كنت تتمنى أنها تكون موجودة ولكنها لم يشار إليها من قريب أو من بعيد من ناحية تانية طلبوا طبعا الحق التظاهر السلمي ولكن عودت المتظاهرين إلى ميدان التحرير إعادة هيكلة وزارة الداخلية وزارة الداخلية من الفاسدين ونقل الوزارة من مكانها إلى مكان آخر إلى مكان آخر الوزير في رده الحقيقة برضو قال يا جماعة إحنا وقامل عندنا ضحايا ومصابين بالخرطوش والملوتوف وقال إن كان فيه خطة للهجوم وإحراق وزارة الداخلية وقال كمان إن هو خاطب النائب العام رسميا إن هو يجيب اتنين مستشارين محامين عموم يكونوا موجودين عشان يتابعوا الأحداث بدل ما الحقوق تضيع وقال إن إحنا لم نستخدم سوى قنابل الغاز ولم نستخدم الخرطوش وإن إحنا كنا في حالة دفاع عن النفس وقال إن إحنا محطوطين في موقف صعب جدا ألا وهو إن إحنا لو صدينا حيتقال إن إحنا بنتجاوز ولو ما صدناش حيتقال إن إحنا حيتقال إن إحنا بنتهاوى أو مقصرين فموقف طبعا الحقيقة لا يحسد عليه ولكن في فيديوهات بتشير إلى استخدام الخرطوش وفيه وقائع بتدل على إن زباط وعساكر في القاهرة وفي السويس وفي غيرها من الأماكن أصيبوا بالخرطوش فيه ناشطين فيه ناشطة سلمة دين يعني سلمة سعيد أول مبارح في خلال خمسة ربين دياء كان فيه تلت تلت وفيات فيه شاب تم إلقاءه من أعلى مبنى مبنى الدرائب العقارية هما كانوا طالعين علشان ينزلوا البلطاجية اللي فوق المبنى فواحد من البلطاجية حدف واحد من فوق مبنى الدرائب العقارية فسقط متوفيا على الفور يعني واحد واخد رصاصة في الجبهة بين العينين وطفل عمره شهر نتيجة الاختناق بالغاز وحيوانات كمان أنا سمعت ان فيه حد فيه كان فيه حيوانات نفقة وكلام بأكشاف في كل الأحوال بقى أعتقد انه بقى لازم النهاردة أقول ما الذي يحدث ومن الأطراف ومن المسؤول عن هذا وفي نفس الوقت إحساس الناس بأن مفيش شيء بيحصل أو مفيش عدالة بتنجز هو ده اللي هيؤدي إلى مزيد من الصدام وفي بعض وزي ما انت قلت يا محمد بقى لشنا قطع كلمك فيه حالة من اعدام الثقة هي دي الأزمة الحقيقية فعلا وخلينا نتكلم بصراحة شديدة جدا انه العقيدة العسكرية على سبيل المثال دائما تقوم على فكرة أن السيئة تعم والحسنة تخص وبالتالي إذا كان قدامي مثلا أربع تلاف متظاهر من ضمنهم ألف متظاهر يعني قالوا ألفاظ خارجة أو استخدموا بعض الرموطوب أو حاجة زي كده فبالتالي كل المتظاهرين دول بلطجية من ناحية تانية المسؤولين المسؤولين الحكوميين في مصر الحياة بيتعاملوا دايما مع المواطن أنه يعني إحنا أضرب بمصلحتك وإحنا هنعمل اللي أنت عايزه الشباب من ناحية تانية عشان برضو نبقى موضوعيين جدا لديهم الحماسة ولديهم الشغف بفعل أمور كثيرة جدا فبيبص دائما اللي أكبر منه ده أنه هو يعني أنت خارج حدود الزمن أنت مش فاهم أنت بطيء أنت 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 وطبعا فيه قطاع قطاع من القيادات الأمنية بيبص للمواطن المصري بنظرية الأسياد والعبيد وده لازم نكون معترفين بي إحنا ما بنقولش إن المجتمع بتاعنا طبعا ما نقدرش نعيش من غير الأمن والأمن هو مطلوب ولكن أمن جيد أمن مهني أمن علمي وقائم على أسس جديدة جدا أنت احترم حقوق المواطن إذن إحنا عندنا فجوة أصلا بيننا وبين بعض في المجتمع نضيف عليها بقى شوية عمالة وخيانة وتخوين مستمر وتخوين مستمر من غير أدلة يعني للأسف وتحريد يخلينا نوصل مثلا إلى أن مدينة زي برسعيد في حالة عزلة فأفعال بعض الناس ونحن لنع فيهم من المسئولية فإحنا بنعاقد شعب بأكمله علشان هو مكتوب في البطاقة إن هو من برسعيد دي كلها أمور الحياة محتاجة وقفة من الجميع إحنا مش في حاجة إلى مزيد من الاحتقان إحنا مش في حاجة إلى مزيد من الدماء على أرض مصر وننتقل سريعا إلى أزمة في مجلس الشعب بسبب عدسام 16 نائب وده كان رد فعل على تعامل وزارة الداخلية مع المتظاهرين في محيط الوزارة فبعض النواب اعتصموا في البرلمان ولكن أحدهم كان خرج من المجلس مش عارف كان بيجيب إيه من بره وهو راجع تم إغلاق الأبواب فيه وهو اضطر إلى المبيت في الشارع حصلت الأزمة دي مبارح ونقشت في جلسة مجلس الشعب ودكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس أشار إلى إنه المجلس معرض لبعض المخاطر الأمنية طب ونعايزر بس السبب الاعتصم كان إيه؟ هو اعتراضا على تعامل الداخلية مع المتظاهرين في محيط الوزارة وإن الدكتور سعد الكتاتني أبلغ قوات الأمن المكلفة بحماية المجلس بأنها تمنع دخول أي أحد إلى المجلس بعد خروج النواب وبالتالي كان هذا موضوع مثار أمس والنائب حمدي الفخراني كان هو محور الحديث وقال إنه ممكن يرفع عضية على رئيس المجلس لأنه لم يحترم حصناته البرلمانية أو وضعه البرلماني العادة على قد ما هو فيه ناس كتير بتقول إنهم برلمان ما بعد الثورة وإنهم برلمان ممثلش ثورة سأرى أن Gilberlain بالعكس بيمثل الثورة جيدa فيه منه حاجات لأنه فيه ناس عايزة تكمل أهداف الثورة وفيه ناس مش عايزة تكمل أهداف الثورة وفيه ناس بحتة تانية بقى خالص بس في كل أحوالها بيتحدى المدى وده مصر فعلا يعني في كل أحوالها البرلمان بيتحدى المدى يعني مسلي بس في نفس الوقت أنا لا أنتقص طبعا من اللي بيحصل ولكن فيه أمور الحقيقة بتكون خارجة عن المألوف زي الخبر اللي معانا أن النائب ممدوح إسماعيل رفع الأذان العصر في الجلسة وحصل طبعا يعني جدال عنيف جدا تحت القبة وقام الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية في مجلس شعب وهو من حزب الحرية والعدالة وقال طبعا أن العمل اللي احنا فيه ده عبادة ودكتور سعد الكاتتني قال له عايز تأذن الجامع بره تفضل والشيخ السيد عسكر قال والله يعني اللي عايز يصلي ممكن كان يصلي الظهر الجلسة بدأت الساعة واحد فصلي الظهر واجمع الظهر والعصر علشان نقوم بدورنا وتوقفنا كثيرا أمام هذه الحاجات الحقيقة الصغيرة وغيرها من الأمور وكان فيه تصريحات للنائب مثلا مصطفى باكري في جلسة سابقة اتهم الدكتور محمد البرادعي بالعمال والخيانة الدكتور عمر حمزة ومبارح قال إن ده لا يليق وكلم برضو على الناس اللي بتقول كل الناس اللي على محمد محمد محمود إن هما بلتجية إن ده لا يليق وطلب بحسف هذه الكلمات من المضبطة ودكتور سعدكتاتني أقار لذلك لكن ده يقول لنا يورينا مشكلة كبيرة جدا إحنا شايفينها في مصر وإن إحنا بنركز في تفاصيل صغيرة وبتفكرني بجملة بتقول تورعوا عن الحقير وقاتوا الفعل الكبير وكان قالها الإمام حسن البصري ورجع فيها إلى إن الإمام عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان ناس بتشاوروا في عمر من أمور الدين فقالوا له يا إمام دم البعود إذا أصاب الثوب أي يفسد الوضوء فسألهم من أي البلاد أنتم فقالوا له نحن من العراق فضحك وقال رأيتم أهل العراق يقتلوننا بنت رسول الله ويستفتون في دم البعود في إحنا بنتكلم في حقش وهاداء ومصابين فدخلنا في جدال عن نأزن تحت القبة ولا ما نأزنش وحاجات من هذا القبيل وهنا في قرارات يعني أتمنى بس أن الناس تركز أكتر في دورهم اللي هما جايين على شام ده صحيح بس إحنا يعني أوكي كل ناس متابعة بس إحنا عايزين قرارات يعني عايزين قرار وقرار سريع خلونا برضو نقول ده هيحصل إنت مش جهة قرار قوي على قد ما هو جهة تشريع وتوصيات إحنا كل إحنا شاكينه حتى الآن هو توصيات كنا متوقعين مثلا سحب الثقة لم يحدث سحب الثقة كنا متوقعين إقالة الوزيرة الداخلية لم يحدث إقالة وزيرة الداخلية في كل الأحوال وبعيدا عن فكرة المؤامات أي أن كانت نحن أمام وضع يشير في النهاية إلى مزيد من الاحتقان ولكن ده قبله لازم مزيد من الشفافية علشان الناس كلها تبقى مرتاحة وموجودة في الصورة وتدعم صاحب أو منتخذ القرار في مصر طيب خلينا نروح لانتخابات الرئاسة الأسبوع الأول من يونيو وخلاص تم فتح باب الترشح للرئاسة صح؟ يعني هو كلام على لسان رئيس اللجنة العليا الخاصة باتخابات الرئاسة وقال إن إحنا حنفتح باب الترشح طبعا في شهر في أول في عشرة مارس وبعد كده هيستمر لحد أبريل وحيكون من كل عضو هيجيب أو كل مرشح للرئاسة هيجيب تلاتين ألف توقيع من المحافظات أو تلاتين توقيع من نواب مجلس الشعب وشورى وفي كلام برضو عن فكرة طب إحنا هدخلنا برضو في جدال شوية الفترة اللي جاية طب نعمل بقى الدستور الأول ولا الرئيس الأول ولكن واضح أن إحنا الدخلين بسرعة شديدة في موضوع انتخابات الرئاسة بس برضو في النهاية خالص انتخابات الرئاسة هتبقى الأسبوع الأول من يونيو يعني هننتهي إلى أن هناك رئيس لجمهورية مصر العربية بحدول تلاتين ستة برضو اللي هو المعاد اللي وضعوا المجلس العسكري لترك السلطة في كل الأحوال وفي بعض المصادر اتكلمت قبل كده من داخل المجلس الاستشاري بتقول إن لازم ده علشان رئيس الجمهورية الجديدة يبقى قدامه فترة حوالي أسبوعين يشوف فيها مؤسسة الرئاسة ويتعرف يعني على مؤسسات الدولة وإزاي هيقدر يدير ففي كل الأحوال الكلام كان واضح إن احنا هنوصل عند حدود تلاتين ستة ولكن في كل أحوال الإصراع هو أمر كويس البعض اعتبروا محاولة لتهديئة الشارع خصوصاً فيه كلام على عصيان مدني وإضراب وده مرتبط بخبر معلش هنقوله بسرعة الإخوان ترفض العصيان المدني وحسين بيحذر من الناس بيستادف انهار الدولة فيه تخوف كبير جداً ولكن فيه مجموعة كبيرة جداً من القوى السياسية والقوى الشربية والطلاب والجامعات والعمال بنتكلم في حوالي اتنين مليون عامل ممكن يشاركوا في هذا الأمر إلى حد كبير ده هيأثر إزاي ردود الفعل عليها تبقى عاملة إزاي مدى استجابة الناس هتستجيب ولا هترفض مدى فعله متخذ القرار في مصر على مدار الفترة الماضية علشان يتجنب حدوث مثل ذلك أعتقد أنه لم يفعل الكثير بدليل أن هناك مثل هذه الدعوات من هنا الحد يوم السابت مستانين في حاجات كتير قوي محمد يعني ما جاتش على دي بالذات يعني من هنا اليوم السابت نحن لسه عندنا الأربعة والخميس في الجمعة هل ممكن نفاجأ بأمور تهادي الناس شوية هنشوف ده برضو في الفترة اللي جاية وإحنا فعلاً بنتعود قبل أي مليونية كرة منستنى قرارات بس ما عرفش لأنه متخذ القرار علمنا دايماً أنه هو لازم بعد ضغط تعمل تحت ضغط علشان يتخذ قرارات لجنة الثقافة في البرلمان بتتكلم على مصادر تمويل القنوات الخاصة والحقيقة أنا بطالب أن احنا نتكلم على مفاق الشرف الإعلامي وإحنا تكلمنا فيه كتير ومن البداية خالص إحنا حملنا كل الإعلام المصري سواء الخاص أو الرسمي مسؤولية كل ما يجري أو معظم ما يجري على أرض مصر من البداية لم نوضح للمواطن المصري ما هي الثورة وما هي السلبيات المرتبطة بأي ثورة وما هو دورك علشان تتجنب ذلك وتدخلنا في أمور أخرى زي أن علاء وجمال لما دخلوا السجن ما كانوش عارفين يناموا وطلبوا ما معدنية من برة اتكلمنا في المليارات اللي هترجع والناس هتعيش في حالة من حالات الرخاء أصدرنا أحكام قضائية ونحن لسنا جهة اختصاص فلما صدرت الأحكام القضائية بما لا يرضي الرأي العام ووفقا للقانون بقى في حالة من حالة عدم الثقة ما بين الناس والقضاء والمجلس العسكري والحكومة والإعلام واتجهت إلى الناس وبعضها فإذا كنت مثلا تتحدث عن أنك ضد التمويل فأنت ضد الحرية وإذا كنت تتحدث أنك مع فكرة التمويل إذن فأنت عميل وخائن يعني الموضوع دخل في شبهة المزيد من القاء البنزين على النار يعني وشفنا التحريد اللي كان قبل مباراة الأهلي والمصري على سبيل المثال وأنا تاني يوم على طول كنت بحمل الإعلام الرياضي المسئولية في مجرى بالإضافة إلى العديد من المسئوليات ففي قرار الإعلام الرياضي يعني معروف دوره يعني أننا أتكلم في اختصاصي الاختصاصي أنه الرياضة وده الزريف يعني أيه طبعا لكن أحد السادة مقدمي البرامج الرياضية المشهورين جدا طلع في أحد البرامج على إحدى القنوات الفضائية الخاصة في رمضان الماضي واعترف أنه قام بنفسه بتزوير أصوات لصالحه في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في سنة 2010 ومع ذلك طلع علينا في قنوات أخرى وقاعد يتكلم وقاعد يحرد وبعد أن تسبب بشكل أو بآخر فيه ما وصلنا إليه في كارثة أو مسبحة بورسعيد خرج ليصرخ ويقول لماذا يحدث ذلك وإزاي الناس وليه الناس تتقتلوا حاجات بالشكل ده آخر برضو تسبب فيه أزمة دبلوماسية بمصر وجزائل ونازلنا نعاني منها إلى الآن وما زال موجود في مكانه وما زال بيتحدث الناس بقى بتوعب تعمل ازاي مش لازم ندخل الدين في السياسة لكن أنت بتدخل الرياضة في السياسة ده صحيح وده خطير وده أخطر ده طبعا فأعتقد أن ده مرتبط بالخبر اللي معانا هي فكرة أن لجنة الثقافة في البرلمان بتطالب الكشف عن مصدر تمويل القناة الخاصة وده التزام بمثاق للشرف الصحفي الإعلامي بصفة عامة وأن احنا نتبنى يعني نرجع تاني بقى لمثاق الشرف الإعلامي ونلتزم به علشان نبعد عن التحريد والإثارة وما يحدث من أمور كثيرة جدا وأعتقد أن الموضوع لازم ينتد إلى المساءلة في بعض الأحيان وأن يكون هناك شيء من الرقابة الشعبية والرقابة الزاتية داخل وسائل الإعلام الموضوع مش مرتبط بس بالقوالين أو إنشاء جهات للرقابة أو لإخضاع أو تقييد وسائل الإعلامي يعني هكامل كاملت بس بأن لو هو ده تجاه الإعلام الرياضي أنه هو يحرد الناس الألترس الزمالك والأهلي اتحدوا بعد الثورة وده كان واضح وأخيرا بعد الأحداث الأخيرة كمان شفنا صفحات إحنا أسفين يا شيكابالا من الأهلاوية وشفنا إحنا أسفين يا رأى الناس بتنجرف أيوة وشفنا مباراة هتم بين الأهلي والزمالك بنحكم العقل لازم بنرجع للصح دايما طبعا وفي وضع ملتبس خاص بوسائل الإعلام في مصر يجب أن يتم حلو يجب أن نتحدث عن الناس عايزة تقدم إيه ما هو الإعلام اللي إحنا عايزينه وكل في ذلك مداني الحقيقة سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الخاص أو أي شيء يجب أن نعيد جميعا مراجعة السياسات الخاصة سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية أو المسموعة بما يحقق الصالح العام يكفي أن احنا حتى الآن ليس لدينا ما يسمى بمنطق إعلام الأزمات أن احنا لما يكون عندنا أزمة معينة وانا نقدرش نتعامل معاها احنا بنزودها احنا بنصنع أزمات ولكن لا ندير أزمات من خلال الإعلام في حين أن كل دول العالم في وقت الأزمات كل وسائل الإعلام بتتوحد بتتوحد مع بعض علشان تقدم خدمة تعود بالصالح العام على الوطن لا تزيده حرقا ودما كنتم أتمنى أن احنا يبقى في حد يتبنى فكرة مشروع قومي مشروع قومي البلد كلها تشارك فيه والناس كلها تشارك فيه نوجه طاقتنا كلها لحاجة إيجابية للبلد أما احنا فعلا عملين نشوف هنقادن تحت الأوبة ولا هنعمل إيه ولا هنحط سلك شائق عند وزارة الداخلية ولأن المكانها تورعنا على الحقير وقاتينا الفعل الكبير تشريعية الشعب بتهاجم المستشار أحمد الزند بسبب تصريحاته واعتبروها تجاوز لا يليق النواب مجلس الشعبي كانوا يتحدثوا من ضمن المطالب الكثيرة المتعلقة من أسباحة برسعيل عن إقالة النائب العام فالمستشار أحمد الزند يعني رد على هذا الكلام والبعض قال أنه اعتبر ذلك نباحا والبعض قال أنه لم يقل ذلك ولكنه تحدث بطريقة غير لائقة والمستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشعب مجلس الشعب يعني وجه له انتقاد حد بسبب ما قاله أخيرا تصعد التواتر بين القرارة وواشنطن ومصر تتمسك باحترام القانون أزمة التمويل مازالت مستمرة هناك منظمات كثيرة جدا تعمل في مصر منها حوالي 80 منظمة أمريكية معظمها يعمل دون ترخيص ومنها 3 وفقا لتصريحات الدكتورة فايزة أبوالهجة وزيرة التعاون الدولي أمس في إحدى اللجان بمجلس الشعب قالت أن 3 منها تلقت حوالي 60 مليون دولار في فترة حوالي 3 سنين ولكنها استخدمت التمويل أو نسبة كبيرة من التمويل في التدخل في العمل السياسي التدخل في العمل السياسي أمر مرفوض العمل بدون ترخيص برضو أمر مرفوض ولكن من ناحية تانية برضو لازم نسأل القائمين الحقيقة على الأمور في مصر لماذا الآن فقط انتبهنا إلى ذلك وخصان الدكتورة فايزة أبوالنجة تحدثت أن أمريكا التفت حول بنود المعونة منذ عام 2004 طب لماذا لم نتخذ موقفها منذ ذلك الوقت في كل الأحوال المواطن العادي النهاردة بقى عنده حال التحفز فيما يتعلق بمسألة التمويل الأجنبية ومنظمات الأجنبية العاملة في مصر في منها منظمات جيدة في منها منظمات تعمل بأهداف معينة ربما بعضها يكون متورد في أمور تتعلق بالمعلومات أو التجسس الله عالم أنا الحقيقة مش عارف بعضها ربما يكون بينفذ بعض التوجهات اللي بتضر بالمجتمع المصري برضو لازم الكشف عن هذا الأمر محتاجين شفافية اللي احنا شايفينه هو يتعلق ب أنها بتعمل دون ترخيص أخيرا برضو أنا أوطالب بس أن احنا إذا كنا بنتحدث عن تمويل منظمات أجنبية تعمل في مصر محتاجين كمان نتكلم على تمويل أحزاب وتمويل منظمات محتاجين شفافية في حاجات كثيرة جدا لأن تقريلك نتقصي الحقائق فيما يتعلق بالتمويل تحدث عن أمور كثيرة جدا من ضمنها مسألة المنظمات الأمريكية فلنظر بيد من الحديد على كل من يخالف القانون أيا كان نفعل القانون شفافية علشان نقدر نقف كلنا ونساعد بلدنا في الخروج من أي أزمة مع أي دولة أيا كان شكرا جدا يا محمد على وجودك معينا النهاردة أسوأ ومننتقل لفاصل بس ننتقل إحنا معنا التقرير هنشوفه ونكمل معكم بايد فاكرت نهارك سايد